ترحيل المشاكل من عام إلى آخر يظل واحدا من الأخضاء التي ترتكبها الحكومات المتعاقبة ولعل مشكلة اعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظف الجامعات اليمنية مثلا لتلك المشاكل التي ترحل من عام لآخر والتي تنعكس سلبا على الحكومة وتعرق الجهود التنمية بدأنا بالاضراب من شان يتم إدراج المادة التفسير المادة 106 الآن ضمن الموازنة لماذا نتأخر لا شهر يناير لأنه إذا دخلنا في شهر يناير أتتوقف الجامعات وأتتعطل أن نقوم بعملية تصعيدية في إغلاق الجامعات والقاعات والمعامل لأن هذه الحقوق لا يمكننا نتنازل عنها مهما كانت الأسباب مهما كانت الظروف موظفو الجامعة اليمنية بدأوا إضرابا شاملا عن العمل المضالبات باعتماد مستحقاتهم التي تماطل وزارة المالية في اعتمادها ضمن الموازنة العام مال الدولة للعام المالي 2015 في محاولة لإجبار حكومة بحاح على اعتمادها وأن لا تكرر أخضاء الحكومات السابقة التي اعتمدت مبدأ ترحيل المشاكل من عام لآخر الخطوة الثانية هو التصعيد والسفر إلى صنعه من جميع الجامعات اليمنية والاعتصام والتجمهر لمواصلة نضالنا وكفاحنا الذي طالما قمنا به وسوف نكمل المشوار بإذن الله المشكلة وقفت عند وزارة المالية عند الأخوة وزيرة المالية محمد الزمام الذي الآن هو معرقل للأمور وإن شاء الله المجسد التنسيق في إطار التنسيق مع وزير التعليم العالي في اجتمع مجسد الوزراء اليوم يطرح القضية وإن شاء الله يكون الحل موظف جامعة ذمار أكدوا احترامهم القدسية التعليم وحرصهم على سير العملية التعليمية في الجامعة وفق ما هو مخطط له وبما يصهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير أنهم أكدوا أن حرمانهم من أبسط حقوقهم يجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم وتوفير أبسط متضلبات العيش الكريم وتشكل الالتزامات المالية للعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة واحدا من التحديات الكبيرة التي تعترض حكومة بحاح في ظل انهيار متواصل الاقتصاد الوطني على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال 2011 والتي لم تتمكن من التعافي منها شكرا